أهلا بكم متابعين الأعزاء أربع أبراج ستشهد الفرح والسعادة والصروة وتنتقل من الفقر إلى الصراء بمشروعات جديدة إليكم تفاصيل الخبر ولكن فضلا قبل ذلك الاشتراك بالقناة أربع أبراج ستنتقل من الفقر إلى الصراء بمشروعات جديدة في الطريق يستفيد الأشخاص المولودون تحت أربعة أبراج فلاكية من الطاقات الإيجابية بداية من بكرة وفي هذا الصياق نكشف لكم عن الأبراج الفلاكية الأربعة التي ستعيش طاقة إيجابية خلال فترة مقبلة من بكرة إن شاء الله وهذه الأبراج أصحاب طاقة إيجابية برج الأسد مع وجود عطارد في برج الأسد بيتمتع بالقدرة على التعبير عن أنفسهم بوضوح وجذب الآخرين لأفكار تعتبر هذه الفترة مناسبة لبدء مشاريع جديدة أو العمل على خطة طويلة طويلة المدى فالنجاح يأتي من خلال العمل الجماعي والشراكات الناجحة برج العزراء سيحصل الأشخاص المولودون في هذا البرج على دعم كبير على المستوى المهني والشخصي وسيكون لديهم الكثير من الطاقة لتحقيق أهدافهم وسيركز على أصغر التفاصيل مما سيساعدهم على التفوق في العمل وقد يجد موليد برج العزراء فرصة جديدة تساعدهم على النمو المالي وتحسين وضعهم الاجتماعي برج الميزان وجود كوكب الزهرة في برج الميزان يطفي جاذبية خاصة وسحرا على علاقات الشخصية ستكون علاقاتهم العاطفية متناغمة وهناك فرص لتحسين التواصل مع شريكهم وستكون حياتهم الاجتماعية نشطة مما يجعلهم مركز الاهتمام برج الجوزاء يجلب كوكب المشارة في برج الجوزاء الحظ السعيد في مجالات التعليم والتطوير الشخصي ويوفر الفرصة لتوسيع دائرة المعارف وتعزيز العراقات المهنية قد تنشأ فرص مالية مفاجأة من خلال استثمارات أو شركات جديدة إن شاء الله وكانت أنا من الخبر بشكركم على حسن استماعكم فضلا نتنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وسنوفقكم بكل ما هو جديد إن شاء الله نزل لكم بقية الأبراج الليلة عبداللطيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته